السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي أتمنى أن تكونوا بخير وسلام إذن أقدم حصة اليوم في مادة النشاط العلمي الخاصة بالمستوى الرابع ابتدائي الوحدة السادسة الموضوع التقس يتغير الحصة الأولى الهدف التعلمي أن أطبق المعرفة المتعلقة بتغيرات حالة الماء على تغيرات الحالة الجوية إذن ألاحظ وأتساءل ألاحظ الصورتان الموجودتان بأعلى الكراسة لدينا الصورة الأولى تمثل فصل الشتاء والصورة الثانية فصل الرابع إذا لاحظوا الصورتان جيدا إذن لدينا الصورة الأولى فصل الشتاء كيف يكون الجو يكون الجو باردا مع خفاض في درجة الحرارة إذا لاحظوا جيدا هناك كيف هو الجو إذا تساقطات تلجية وكذلك تكون هناك تساقطات مطارية وكذلك تكون هناك تساقطات مطارية مع خفاض في درجة الحرارة وجو بارد الصورة الثانية لدينا فصل ماذا؟ فصل الرابع لاحظوا جيدا لدينا الشمس مشرقة الطبيعة كذلك مخضرة ويكون هناك يعني جو معتدل زقزقة العصافر كذلك إذا لاحظوا جيدا ما الذي يجعل الفصول تتغير بهذه الطريقة هنا فصل الشتاء وهنا فصل الرابع إذا نقرأ النص المرفق مع الصورة تعرف الطبيعة تغيرات في الحالة الجوية بفعل عدة عوامل إذا ما هي العوامل التي تجعل الطقس يتغير؟ إذن أسجل سؤالي وفرضياتي في دفتر التقصي نفكر في التساؤل المناسب الذي يمكننا أن نطرحه إذن سؤال التقصي كالآتي كيف أفسر تغيرات الحالة الجوية من فصل لآخر إذن كيف أفسر تغيرات الحالة الجوية من فصل لآخر كما قلنا سابقا من فصل الشتاء إلى فصل الرابع أو من الخريف إلى الشتاء أو من الرابع إلى الصيف إذن لكي نجيب عن هذا التساؤل نقوم بطرح بعض الفرضيات ربما بارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها أظن بسقوط الأمطار والثلو والثلوج يعني التغيرات التي تطرأ على حالة الطقس يعني الحالة الجوية إذن لكي نجيب عن هذه الفرضيات أو نتحقق منها نقوم بماذا ببعض التجارب إذن عرض صور تبين التحولات التي تطرأ على الماء لأن الماء هنا يمثل دار مهم في الفصول كذلك الصورة الأولى هي خريطة النشرة الجوية لاحظوا معي جيدا هنا إذن هذه نشرة جوية مثلا ليوم معين ماذا تلاحظون هنا؟ لاحظوا لدينا هنا جو غائم هنا تساقطات مطرية كذلك وجو غائم كذلك هنا الجو غائم جو بارد إذن جو كذلك هنا غائم بارد ومشمس نوعا ما وهنا جو مشمس لاحظوا درجة الحرارة 23 درجة إذن هنا كذلك تطرأ تغيرات الآن ننتقل إلى بعض التحولات التي تطرأ على الماء لاحظوا معي جيدا أو الحالة حالات الماء حالات الماء إذن الماء يكون على ثلاث حالات إما عبارة عن ماء يعني يكون سائل أو ماذا كذلك؟ أو يكون عبارة عن صلب يعني جلي جليد يكون صلب عبارة جليد أو غاز إذن غاز عبارة عن بخار الماء إذن حالته غازية إذن سائل صلب وغاز إذن كيف تطرأ هذه التحولات؟ مثلا كيف يصبح الماء جليد من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة؟ إذن ماذا نسمي هذا التحول؟ إذن نسميه التجمد عندما يتحول من الحالة السائلة إلى الصلبة يعني ماء يصبح جليد إذن نسميه التجمد إذن هذه حالة فيزيائي أو تحول في فيزيائي الآن من الماء إلى بخار الماء يعني من سائل إلى غاز ماذا نسمي هذا التحول؟ إذن نسميه التبخر يتبخر الماء إذن مياه مثل البحيرات أو المحيطات بصفة عامة تتبخر وماذا تتبخر؟ طبعا تتبخر في فصل الصيف الآن لدينا هنا جليد كيف يصبح ماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ ماذا يحدث له؟ والتحول الذي يطرأ عليه طبعا الإنصهار ينصاهر كذلك إذن ينصاهر بفعلي الحرارة ارتفاع درجة الحرارة الآن من حالة الغازية إلى الحالة السائلة يعني من بخار الماء يصبح ماء ماذا نسمي هذا التحول كذلك؟ إذن نسميه التكاث فقنا هذه التحولات الفيزيائية تطرأ على الماء بسبب عدة عوامل كذلك وسبق أن تعرفنا على هذه التحولات الفيزيائية إذن لكي نتعرف على ذلك أكثر نلاحظ هذه الصورة ماذا لدينا؟ لدينا هنا بحر رياح سحاب ثم ثلوج مطر وضباب الضباب إذن كذلك الضباب أي حالة يأخذ الضباب كأنه مثلا يظهر لنا كأنه دخان أو بخار إذن حالته كيف هي غازية عبارة عن غاز كذلك لدينا نادا ماذا نقصد بالنادا؟ النادا هي بعض القطرات أو مثلا نجد بأن الأشجر أوراق أشجر في الصباح الباكر تكون مبللة إذن تدخل ضمن الحالة السائلة كأنه سقطت عليها قطرات مطرين لكن هذه الحالة نسميها النادا تسمى بالنادا ماذا يحدث هنا لدينا البحر؟ لاحظوا جيدا ماذا حدث لمياه البحر؟ ما هو التحول الذي طرأ عليها؟ إذن التبخر تبخرت مياه البحر حتى تسعدت إلى السحوب إذن تبخرت ثم تتجمع في السحوب تقوم الرياح بجمع السحوب ماذا يحدث بعد ذلك؟ ما هو التحول الذي يحدث؟ التكاثف يعني تتجمع هذه المياه الموجودة في السحوب تتجمع هنا نسمي هذه العملية بالتكاثف بفعل الرياح بعامل الرياح بعد تكاثف السحوب ماذا يحدث هنا؟ لاحظوا جيدا لدينا هنا الثلوج من أين تأتي هذه الثلوج؟ طبعا الثلوج تسقط على المرتفعة يعني الجبال لدينا كذلك المطر يسقط على الهضاء الهضاب هنا إذن ثلوج ومطر ما هو التحول الذي يحدث هنا؟ إذا انتج تجمد لدينا تجمد إذن بعد تجمدي وسقوط هذه الثلوج على الهضاب وكذلك على الجبال وسقوط المطر على الهضاب ماذا يحدث لهذا الثلج؟ طبعا فهو ينصاهر لكي يسيل إذن لكي يسيل أين أين يسيل؟ لاحظوا معي جيدا يسيل بالويديان إلى أن يصل إلى الوحيطات البحار والبحار إذن تبهوا معي جيدا ماذا نسمي هذا التحول نسميه بالانصهار إذن الانصهار الانصهار وهذا كله نسميه ماذا نسميه دورة الماء إذن دورة الماء من التبخر إلى أن ينصاهر ثم يعود كذا كذلك إذن نسميه دورة الماء الماء إذن انطلاقا مما تعرفنا عليه ماذا يمكننا أن نقول كملاحظة إذن الملاحظات يمر الماء بعدة تحولات فيزيائية إذن هذه التحولات التي تطرأ عليها تحولات فيزيائية عند تغير إحالة الجوية عبر الفصول قلنا من فصل لآخر مثلا من الخريف إلى الشتاء إلى الرابع إلى الصيف طبعا هناك تحولات فيزيائية تطرأ على الماء مما يجعل الماذا يجعل هذه التغيرات والتقلبات تأثير تعرف على الحالة الجواية دورة السلطان إذن تحت ترتبط التغيرات والتقلبات الحالة الجوية بتغيره الماء والماء من حالة أخر جحنيه كما تريد أن تغيره الماء الى الغازية بهذه التحولات السابقة التي ذكرناها